اشتركوا في القناة اليوم في قصر الاتحادية لقاء كان ما بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وسكرتير مجلس الامن الروسي ويمكن حضرتكو في معيار مهم جدا لحيوية اي بلد يعني حيوية اي بلد بتقاس بالعمل اللي فيها النشاط الاقتصاد المشروعات كمان بتقاس بعلاقاتها الخارجية يعني مين اصدقائها مين ضيوفها اللي بيجوا بصرف النظر عن ضيوف دول يعني بينقشوا ايه او بيقولوا ايه وجودهم في حد ذاته مهم سكرتير مجلس الامن الروسي النهاردة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بيتكلموا عن مساحة تدعيم التعاون العسكري والامني بين مصر وروسيا تحديدا في مجال مكافحة الارهاب والتطرف والحقيقة ان تجربة مصر في مكافحة الارهاب والتطرف تجربة مهمة جدا عدد كبير من دول العالم مهتم انه ينصت ويستمع اليها لانه انت كان قدامك حرب كاملة مع الارهابيين وبفضل الله حققنا فيها انتصارات كتيرة جدا ومهمة جدا وان شاء الله تكلل بي النجاح الكامل لقاء ده اللي حضروا وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري والوزير عباس كامل مدير المخابرات العامة بيقول لنا انه مصر كانت ناضجة سياسيا جدا عندما عددت اصدقاء يعني انت ما كنتش بس مع الولايات المتحدة الامريكية تبقى على وفاق معاها فالامور تبقى تمام تختلف معاها فيبقى فيه مشاكل لا انت في الوقت اللي عندك علاقات قوية مع الولايات المتحدة عندك علاقات قوية مع الصين عندك علاقات قوية مع روسيا عندك علاقات قوية مع دول اوروبا وهكذا فاعتقد انه ده لقاء مهم جدا نيجي بقى لما تبقى من زيارة الرئيس الفرنسي ماكرو الى مصر وانا عندنا كلام كتير وعندنا كلام الناس مفروض يعني نسمعه مع بعض ونفكر فيه انتوا عارفين انا دايما يعني اقول لكم ما تاخدش كلامي على انه على محمل يعني انه الصدق الكامل يعني لازم تفكر فيه الكلام بس خلينا نفكر مع بعض رئيس الفرنسي لما جه تقدر تقول ان زيارته كان فيها كثير من القلق تصريحات في وكالات انباء وكلام عن لقاءات مع نشطاء سياسيين وعايز اقول لكم انه جزء من البلاء الذي بتوليت به مصر فيه السنوات الاخيرة الحكاية النشطاء سياسيين دي وعندنا كلام الناس مفروض ترجمة نانسي قنقر